السلام عليكم و مرحبا بكم مرة اخرى في مطبخي بالاحرام مطبخ امي ان شاء الله تكونوا كامل بخير ان شاء الله ياربي ايامكم الجاية كاملة سعادة وهنا ياربي العالمين اذا اليوم راح نروح مباشرة للحلو كالعادة اليوم حلوة بدون طهي رايعة المذاق بامتياز راح نعطيكم عدة ناسة ابش تنجحوا فيها و كذلك نعطيكم بدائل للحويج اللي انا استخدمتهم ما نطولش و نروح مباشرة للفيديو اذا بسم الله اذا هنا عندنا الفيديو كما كنت شوفوا فيه درت الحويج عادي جا نقيسهم قبل الحاجة نحتاجوها هنا هي نوتلا طبعا نستخدموا نوتلا نستخدموا ماكسان اي شوكولات عطاها يتكون مليحة عندي هنا اوراق البوراك ولا ديول محمصين ودششتهم درتهم في ساشي وفوتا عليهم غير الحلال ولولي هكا عندي كيلة جوز كيلة ترك هكو تشوفوا فيه كيلة جوز كيلة لوز وكيلة بندق كيلة لوز كيلة بندق كيلة جوز وكيلة من اوراق الديول ولا البوراك من حمصين ومفتتين وكيلة من الترك عندي هاد الشوكولات فصال كيما تعودتو علينا نضيف دايما الشوكولات في الشوكولاته يتعطلي اذا هادا هوا المقادل تاعنا بان اهنا فقط نعطلكم كيفاش حمصت اوراقتي على ديول تاعي نحطهم هكا ونحطهم في الفرن بعدما ياخذوا هذا اللون دخليهم يتقرمشوا مليح كيما كنت شوفوا فيانا هنا ونبعد غرفتتوهم بيدي كومولا بالحلال كيما ندير فقط يتحصلوا على كيما درت انا دونك عندي هنا كيلة عنوازات لحت عليها كيلة تاع الجوز ارحيوهم رقاق ما ترحيوش الخشين ارحيوها رقيق وانت قدر ترحيوها رقيق ماشي غبرة تمام ولكن كيما نرحيو المخبز كيلة بندق كيلة لوز وكيلة جوز ومعها كيلة تاع الطرك ومعها كيلة تاع البوراك احنا انا درت هذا يعني كل واحد يعني كل مقدوره وقدره دونك احنا لي مقدرش يدير هاللي درتو انا يا يدير ثلاث كيلة من الكوكاو زايد كيلة طرك وكيلة صدقوني والله حتى الطعم تاحها راية يعني كتحبها اقتصادية ولا الزبونة تعي تحبها اقتصادية نعتالة ولا يتحبها يعني بحاجة بخستيجوه او بهذا يعني اللوز والجوز والبندق نديرها او كنتو ما الى ما عندكم اش ديروا ثلاث كيلة كوكاو كيلة من الطرك وكيلة من الاوراق البوراك واللي عندها كذلك الفيتين تحب تدير الفيتين تقدر تدير لا فيتين وكيل ما كنتو تشوفوا فيها ونضيف الشوكولات نديروا ماكسان ونديروا نوتلا نبقى ونضيفوا فيها حتى نعجنوها هنا كمية نوتلا ولا كريم تطلي هنا حتى تجمع لي العجينة تعي اذا هنا بعد ما تجمعت لي العجينة تعي فقط انا هي بقات لي شوية لاني نسيت مكون اللي هو سر داع البنة فيها اللي هو الكابوتشينو طنك الكابوتشينو يبدل لها الطعم طاحها تماما اذا انا في هذه الكمية استخدمت اثنين علب استخدمت هذه واحدة اخرى لانه الكمية عندي كبيرة مثلا او الاخت استخدمت شوية كمية صغيرة على تعيانه تقدر تدير فرد كيس واللي استخدمت الاكياس الصغيرة تقدر تزيد ولكن الضوء تاع الكابوتشينو الهنا ومن الاحسن انكم نضيفوه من الاول باش يعني يتخلط مليح مع المكونات انا صراحة ان ننسيتو وهنا فقط باش نكون صادقة معاكم لانه يعني يا ربي وحده واشهد على انه انا نمد الوصفة التاعي كاملة من يعني صحيحة اللي نخدم بها انا صحيحة مجربة يعني وبينتنا الله تعالى لو انا ما يكونش صادقة في اي حاجة نضيف هذيك البودرة ونكمل نعجنها فقط هذي هي البنة تاع هذك الكابوتشينو لما نضيفوها راح تحسوا بالطعم تاحه وبالفرق تاحه وكان الهنا راني كملت بعد ما جمعت هذيك يعني المكونات الجافة بشوكولة طاعة طلاء راح نجيب الاما نمز هنا لي ما عندهاش الاما نمز باش تحشيها لانو راح نحط في كل منتصف وحده نحط الاما نمز لي ما عندهاش اما نمز طبعا تقدر تدير كوكاو ولا فو السوداني ولا تقدر تدير الجوز حبة النوازات مثلا هذو كشو الحلوة تعالي حلقهم اللي تتبع برا تقدر تدير في وسطها اي حاجة انا هنا يعني وريت الكمبر كيفاش يجي نحط هذيك الحبة ونعاود نكورها فقط اذا بسيطة جدا نقدروا هيكذا فقط ندخلوا عليها يعني نكملوا نديروا الحلوة تعالي بها الطريقة ما نحتاج ولا هذوك العيدان ولا اي شيء اذا انا هنا نحط نوازات الامانة مستعي كل حبة فيها نحط فيها حبة ونخليها على جنب طوقة اللي هنا فقط محب نوليكم اه كي تخدموها هذا العملية خدموها شوية في بلاسة تكون شوية حكما روحة باش يجيبكم الأشكال زي بعضهم هنا راح نعطيكم أسطووس هاي البزاف لانه بما انه راح نديروا كوريات يعني وما عندكم شميزان ولا نديروا مقفال تعاي يعني علبة تعروائح ولا مزيل للروائح ولا تعالي دعو دوران ولا غصلوها مليح نضفها وخليوها غير الحلويات تعمروها وتنحيوها كامل اللي حباتها حيخرجو لكم بنفس الحجم وبنفس الشكل هتختاصروا الوقت وكذلك تربحوا انكم يعني ما تعتلكمش الميزان لك هالي تقدروا تعتمدوها حتى في حلويات واحد اخرى مش يغير فيها هذين نعتمدها بزاف صراحة لما يكون عندي الوقت ضيق اذا بعد ما نكملها كامل ونكورها نروحوا لمرحلة واحد اخرى لك المرحلة هذي كذلك عندي مجموعة من المكسارات هنا اللي بغيت يبغيتو لوز بغيتو جوز انا صراحة ندرت جوز ولوز يكونهم حمصين واشوفوا كيفاشا ندير فهم درتهم درتهم كونكاس يعني خليتهم خشان علاش بشي بتبقى هذيك القرمشة لما ناكلوا الحلوة طوما هنا لما عندكمش اللي دارت الكوكو تكمل كذلك بالكوكو ولكن حمصوهم مليح برك ما تخافوش منه نفوتوهم كامل كما راكم تشوفوا حاولوا يعني تدخلوها مليح في في الحلوة باش ما تطير الكمش ونروح نحطها في الثلاجة حتى تشد شوية راحة لما تشد راحة هنا راي مازال ما جمدتش تشدنا شوية راحة راح ندير في هذه العيدان تومي لما كنتوش احضروا في هذه العيدان خليوها في الثلاجة حتى تولي يعني يبسها تماما تخافوش منها تخليوها تولي كما نقولو حنا حجرة غير غلفوها برك فليسها شي ما تخلي مش بش ما تديرش فيها رايحة على الثلاجة خليوها حتى تجمد تماما ونخرجوها نبدأولها في القلاساج بان القلاساج اللي هنا صراحة انا درت شوكولات داكن في جيكاو اضفت لها كمية من الزيت فقط وبديت نقلاسي بها لك هنا الحبه التاعي خرجتهم ديراكتهم من الثلاجة اراني جبتهم لكي ندير لهم القلاساج فرجت هاد النيلون هنا بخي فغانس ما تديروش فوق القرياج لانه القرياج لما تنزعيها من بعد راح يلسق لك شوية هادك الشوكولات تحت تولي الحبه التحت تجيك نون فيني يعني ما تجيش هم فيني فقطوا بالقلاساج اللي هنا هاد الاعواد راح يساعدوك بزاف لي مع داشت الاعواد تقدر دير لي كوردان كذلك اللي ما حبتش تدير الاعواد تحط الحبه تاحها وتهزها بالشوكة يعني بالفرشعة وتحطها حتى تجف تماما بسيطة ورايعة فقط هنا استويس لما تعودوا تقلاسيو فيهم بقلاسيو مثلا بالعشرين حبه ماش تخرجوه مش كامل للسخانه وم بايته قعدوا تبقى تقلاسيو الحبات اللي يقعدوا للاخرين راح يسخنوا والشكل تحمي ولا يتغير اه كما راكم تشوفون هنا هادا عندي هما لينواد بيكا كيف كيف لي ما عندهاش لهنا لينواد بيكا تقدر تدير جوز ولا نوازات كذلك تقدري تديري كوكا تقدري تقديري رشة فقط من البيستاش انت حرة وهنا راح نديرو زيك زاق بهاد الشوكولات لكن انت عندك متوفرة شوكولات ولي اه تقدري تديري كوكولات ولي كيمانا يا جيلا كله اغتاحها شوية بلو كلا على الاخرى ولكن ما كانتش عندك شوكولات ولي تقدري تديري مثلا فنجل من الشوكولات السودع زايد فنجل من الشوكولات البيضاء ذو بيهم مع بعضها هم راح تتحصلي على نفس الشكل ونفس النتيجة ونروح نديرو شوية على الشوكولات فوق لينواد بيكا تعمى ونزينوا بيها الحبة بتاعنا بغيتي هنا تديني بالنوازات كما قلت لك ولا برشة تاع بيستاش ولا كذلك حتى بالكوكا ولا بلابا داموند انت حرة انا نكمل كامل الحبات ونروحوا سينية التقديم اذا هملك الهنا الحلوة تعي بعد ما تم تصدقوني ماذق هلا يقاوم روعة 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 اه نتمنى انكم تجربوها خاصة مع انه العيد جاي اه كما قلت لكم حتى بالكوكا ونحبكم تجربوها حمصوهم اللي يحبرك وبالنسبة اللي حلاوة راح يجي ارائع ما تحسوش كامل بهديك الحلاوة خاصة اللي محبي الشوكولات حبكم تديروا هاد الوصفة ترجعوا لي بالخبر ما نتنسونيش في دعاواتكم ان شاء الله يا ربي اذا كان نخليكم مع الباقي الفيديو راح نفتح لكم حبة كيما كيما تطلبون مني مع انه دايما ننسى اني ما نوري لكمش الحباوة لكن اعذروني ما نديرهاش يعني بالذمة يكون عندي ضيق في الوقت يا عدد الحبات تعزبونا يعني لي ميتة يعني نعتذر منكم اذا نفول اهنا كذلك يعني دلت لها تزيين واحد اخر وهذه هي الحلوة تاعي من الداخلت منا يا ربي ان شاء الله تكون لتاعجابكم خليكم على خير ولكم ربي يجل ايامكم دايما سعادة وهنا بتنسونيش في دعاواتكم انت لقاو في فيديو اخر ان شاء الله سحان بانكم وسبقا باي